أشهد نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح خلال لقائه محافظة البيضاء صالح الرصاص بالبطولات والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في المحافظة واستمع نائب الرئيس إلى مستجدات الميدانية والعسكرية ووضع المقاتلين وسير العملية العسكرية التي تستهدف استكمال تحرير المحافظة من سيطرة ميليشيات الحوث المدعومة من إيران ونقل الفريق محسن تحياتي فخامة رئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومباركته للانتصارات العظيمة التي تحققت بالمحافظة في طريق إرساء السلام فيها وثمن دعم الأشقاء في تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم المستمرة للعملية العسكرية في البيضاء وبقية محافظات الجمهورية مؤكدا أن عزيمة اليمنيين والأشقاء قادرة على دحر مشاريع العنف والإرهاب وشدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل على حجد كل المكونات والقوى السياسية والمجتمعية ومساندة جهود أبطال الجيش وتفقد أحوالهم وتواجد الميداني لكافة قيادات ومسؤولية دولة من جانبي عبر المحافظ عن تقديره وشكره لاهتمام وامتابعة نائب رئيس الجمهورية منوها إلى التفاف كل أبناء المحافظة وقيادتها خلف القيادة الشرعية وجهود السعادة الدولة